مشاهدين الحمد لله كانت أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة عرفتها أغلب المناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية لهذه المرة يعني حوالي عشرة أيام أمطارت يعني استمرت في التساقط طيلة عشرة أيام مع ثلوج كثيفة لكن بداية من نهار اليوم الاثنين ولا غاية يوم الخميس على الأقل أجوار رح تكون مستقرة لكن التقصر رح يكون جد بارد وموجد برد شديدة رح تشتاح أغلب المناطق الشمالية للبلاد وفي هذا الإطار قامت مصالح الأرصاد الجوية بإظهار نشرية خاصة أكدت من خلالها على استمرار تسجيل موجد برد بدرجة حرار الدنيا تتروح ما بين ثلاث درجات تحت الصفر إلى ثمين درجات تحت الصفر بالنسبة لدرجة حرار قصوى رح تكون ما بين درجتين إلى ست درجات وهذا طيلة نهار اليوم الاثنين إن شاء الله الولايات المعنية كل من جنوب تيلمسان سيد بالعباس النعامة البيض سيدة تيانت اللوات الجلفات سمسيت المدية البويرا المسيلة بورج بوري ريج كذلك صيف بيتنا خشرة وولاية أتبسة بالإضافة إلى نشرية الخاصة هناك تنبيه من الدرجة الأولى كذلك يفيد بموجة برد تشتاح كذلك بعض المناطق الشمالية للبلاد وحتى الجنوبية طيلة نهار اليوم الاثنين الولايات المعنية كل من ولاية سوق هراس ميلا أم لبواقي قال مقسنطين المغير بشار غردايا والوادي توغوس بسكرا وأولاد لاحظنا كانت أجواء ممترة مطلجة لكن الآن لنتعود لموجة البرد الشديدة لتشتاح أغلب المناطق الشمالية وحتى شمال الصحراء الآن نشوفوا التوقعات خلال الساعة القليلة المقبلة بداية من يوم غد الثلاثة ولغاية يوم الخميس إن شاء الله أجواء مستقرة تعود من جديد لتميز أغلب ولايات الوطن مع تسجيل بعض الأمطار جد ضعيفة متفرقة على فترات بسبب تركم بعض السحب سفر نحظ فيها كثيفة ركمية النوع خاصة على المناطق الشرقية للبلاد على كل من جيجل سكيكدا كذلك عن نبا والطرف احتمال بعض الأمطار ستكون جد ضعيفة متفرقة أقول على الفترات بالنسبة لباقي ولايات الوطن تقسم مستقرة مع تسجيل سحب سفلة كثيفة إن شاء الله خلال الساعة المقبلة الكتلة الهوائية ودرجات الحرار المرتقبة بداية من يوم غد الثلاثة ولغاية يوم الخميس إن شاء الله بالنسبة للدنيا خلال الصبيحة والفترة الليلية بالمناطق الشمالية تبقى دايما دون الصف كما نلاحظوا في الصور ستكون يعني ما بين حوالي أربع درجات تحت الصف إلى ثمين درجات تحت الصف نسجلوها على جل المناطق الشمالية بالنسبة لسواحل الوطنية ستكون بحول الله ما بين حوالي الصف درجة إلى غيث الدرجات الجنوب الجزائري كذلك سيكون درجتين تحت الصف خاصة على مدينة بشار بن عباس غردايا المنيعة ميمون ورقلة ولجلال بسكرا كذلك على مدينة الوادي يعني درجتين تحت الصف خلال الصباحة مرتقبة بهذه المناطق بالنسبة لباقي المناطق الجنوبية إن شاء الله ما بين ثلث درجات إلى غير ثمين درجات أما عن الظاهرة تستمر الأجواء الباردة تميز أغلب ولايات الوطن فيما يخص شمال البلاد نبقى دايما ننسجل إن شاء الله ما بين حوالي أقول أربع درجات كأدنى مقياس خلال الظاهرة بالمدن الداخلية وأعلى مقياس حوالي 13 درجة فقط ما في النسبة للمناطق الجنوبية رح نسجل إن شاء الله ما بين عشر درجات إلى غاية 25 درجة كأعلى مقياس لأن مشاهدين في الختم سنشوف مع بعض التوقعات الطويلة المدى وهل هناك جديد وهل هناك اضطراب جوي خلال الأيام المقبلة وهذا حسب خالص ضغط الجوي بداية من يوم 31 من شهر جوف إلى غاية يوم الخامس ساعة من شهر فيفري إن شاء الله نلاحظوا إن شاء الله يعني يوم الجمعة وحتى يوم السبت حيث يكون هناك منخفض جوي ضعيف النشاط حيث خاصة المناطق الجنوبية شمال الصحراء ووسط الصحراء ببعض الأمطار الرعدية مرتقبة بحول الله بداية يوم الجمعة وحتى يوم السبت وكذلك يوم الاثنين منخفض ضعيف النشاط محمد ببعض الأمطار متفرقة تعرفها شمال الصحراء لكن فيما يخص باقي ولاية الوطن أجواء مستقرة وصافية تماما يعني وهذا بسبب تمركز المرتفع للضغط الجوي نلاحظوا يعني مشاهدين المرتفع للضغط الجوي هذه المرة إن شاء الله كذلك رح يكون نوعا ما قوي النشاط وحيكون يعني سيكون عازل قوي لأنه الامتداد يالو إن شاء الله يمس إلى غاية شمال الأوروبا نلاحظوا مرتفع قوي رح يعود من جديد ليسيطر على أغلب ولايات الوطن وحتى دول حوض البحر الأبيض المتوسط كما نلاحظوا في الصورة وهذا المرتفع يعني سيصبح كحاجز قوي ليمنع من دخول الإضطرابات الجوية المتوجدة أقول بباقي دول العالم مجاهدين استقرار حسب ما لاحظنا حسب التوقعات القاسية المدى وكذلك طويلة المدى إلى غاية التسع من شهر الفيفري أجواء رح تكون مستقرة تعود من جديد لتميز أغلب ولايات الوطن للأسف إن شاء الله نأمل أنه شهر الفيفري يعني لا يزال شهر الفيفري في البداية إن شاء الله سيكون في البداية إن شاء الله نأمل خلال شهر هناك أمطار وثهج اللي ملأ بحول الله يعني حوالي عشرة أيام من شهر الفيفري استقرار لكن إن شاء الله باقي شهر الفيفري تكون هناك الأمطار والثلوج لأننا في فصل الشتاء بهذا مشاهدين العصر اللي طيورة قد تحول التقص نعود الآن إلى بلال استكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حسيبة إلى ملفنا لنقاش انطلق